بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المشاهدون أشكركم على المتابعة وأقدم لكم الملف السوري لهذا اليوم وأقدمه لكم وضيفي لهذا اليوم هو المعارض السوري لأستاذ زهير سالم كما هو معتاد سوف يطلعكم على بعض المحاور التي سوف نحاوره عليها أهلا وسهلا أستاذ زهير أهلا بك يا أخي حياك الله أستاذ زهير لدينا بعض المحاور وهي الواقع على الأرض واجتماعات الاعتلاف الوطني ووزير الداخلية السوري يقول أن الاتجار بالبشر جريمة لا أعرف ماذا يقصد ولا فروف يقول ليست لدينا مصالح في سوريا وكثير من المحاور إذا ممكن تقلع السادة المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة أخي نبيل في الأيام الثلاثة التي نعيشها الآن وعلى ضوء التطورات التي تجري على أرض مصر والعالم العربي كله كما يقولون نوع من الأواني المستطرقة بات السؤال الملح الآن عند الكثير من شباب الربيع العربي من كل التوجهات الحقيقة السؤال المهم هو المشروع الديمقراطي إلى أين؟ وكيف يمكن نحن أننا هل تتكلم عن مشروع الديمقراطي الذي أنتم تريدون أن تسيروا عليه؟ الذي يريده الشعب العربي الشعب العربي أو الشعب السوري؟ الشعب العربي والشعب السوري جزء من الشعب العربي الشعب العربي يقول نحن نثور ضد الحكم العسكري الذي خلفه في بلادنا الاستعمار الزعمار الغربي مشروع ساي كسبيكو ساي كسبيكو عندما قرج من سوريا ومن مصر ترك لنا حكومات عسكرية تحكم في هذه البلدان وكرسها قام هذا الربيع العربي لكي ينتصر عليها وقالوا لنا خلال سنوات طوال المبشرون بمشروع الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان قالوا لهؤلاء الشباب لهذه المخب العربية للشباب المتطلعين للحرية إن النضال السلمي وصندوق الاقتراع هما السبيلان الأمثل لكي يتصلوا إلى حقوقكم وعاشت هذه الشعوب أو هذه الأجيال عاشت عقوداً وهي تحلم بأن تصل في يوم من الأيام إلى صندوق اقتراع يحترم إرادتها ويمتلك قوته الذاتية التي تفرض نتيجتها على الجميع الذي حصل في مصر أنه تم وعد هذا المشروع الجيش المصري منذ ثلاثة أيام انحاز إلى الفريق الذي لا يمتلك الشرعية ضد الفريق الذي يمتلك الشرعية وبنفس الوقت انحاز إلى الأقل وإن كان القليل كثيراً ضد الأكثر هنا قد تكون الفروق حسب صندوق الاقتراع 3% أو 4% لكن الذين كانوا يؤيدون مرسي في الساحات هم الأكثر رغم ذلك حصل لا شرعية شعبية الآن ولا شرعية دستورية ولا شرعية قانونية إذن السؤال الملح على أجندة الجميع نحن كأننا نتعب خيلنا في باطل نحن نسعى إلى أمرين باطل مهما جاهدنا مهما ضحينا نحن لا نريد أن نستبدل لكن اليوم إذا تسمح بس أكمل عبارة لا نريد أن نستبدل مستبداً بمستبد وبستاراً ببستار تفضل اليوم الولايات المتحدة طلعت عنوان إيجبت نقطياً popular impeachment تعرف شنو impeachment popular impeachment يعني الشعب هو اللي أطاحها مو انقلاب أسل يعني هذا تقوله الولايات المتحدة لكن الميادين التي نراها بأعيننا لا تقول هذا التلفزيون أو محطات الإعلام المكممة لا تقول هذا السياسيين الرئيس الجمهوري الموضوع تحت الإقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمته من المجرمين الذين انقلبوا عليه لا يقول هذا إذن الوضع ليس القول ما قالته الولايات المتحدة القول ما يقوله هذا الشعب ما تقوله الحقيقة ما يقوله الواقع هذا انقلاب عسكري بكل أبعاده جريمة مكتملة الأركان أطاحت ليس بآمال الشعب المصري إذا كان انقلاب عسكري يجب أن يكون عبد الفتاح السيسي هو رئيس الحركة أنا ضربت مثلاً وأعيد كثير من الانقلابيين العسكريين لا يحكمون وإنما يضعون أمامهم كمصارع الثيران الذي يحمل القرق الحمراء هذا الذي يسمونه عدل منصور ولا مش عارف إيه لا أريد أن أحفظ اسمه مشان ما أأخذ مكان في ذاكرتي هو هذه الستارة الحمراء الذي يختبئ وراءها الحاكم العسكري إذن أنا ليست مشكلتي الآن مشكلة جيل كامل مشكلة جيل كامل من شباب الأمة العربية يسأل لماذا ضحينا ولماذا نضحي لنستبدل بستاراً ببستار وظالماً بظالم ومستبداً بمستبد ليتعود هذه الكلاب التي نهشت أجسادنا طويلاً في أقبية المخابرات تنهش أجساداً من جديد اليوم مهدي عاكف بغض النظر عن كل وصف رجل في الخامسة والثمانين لا يحتل موقعاً سياسياً لم يحكم مصر لم يتاجر بأراضي مصر لم يبيع غاز مصر بالمجان الآن هو معتقل بأمر صاحب البستار العسكري هذه حالة لا يمكن السكوت عليها عند هذا الجيل من شباب الأمة العربية يعني هذه قضية واحدة أنا أعببت أن أدخل فيها إلى مدخلي اليوم هناك نقطة ثانية مهمة يحب الشعب السوري في ثورته أن يعني يرسل رسالتها إلى كل أبناء الأمة العربية أن الموقف من الثورة السورية اليوم وغداً لم يعد موقفاً سياسياً الموقف من الثورة السورية لا يجوز أن يدخل في إطار الصراعات بين حاكم ومعارض وفريق وفريق الموقف من الثورة السورية هو موقف أخلاقي في بعده الأول الإنسان إما أن يكون مع الحق والعدل إما أن يكون مع الكرامة الإنسانية أو أن يكون ضدها هل أثر ما جرى في مصر عليكم في سوريا؟ أنا قلت هو أثر على المشروع العربي ككل الآن في الإطار العام عليكم في سوريا هل أثر؟ نعم أنا أتنظم دائماً جوابي في الإطار العام أثر على المشروع العربي في الإطار الخاص لم تظهر بعد لم تظهر بعد نتائجه المباشرة يعني حتى الآن نحن لا نستطيع والدليل أنه أثر عليكم أنه فرحة بشار الأسد الذي طار من الفرح وأعجب بهذه التغذيرات في مصر وإذا أنتم تأثرتم سوريا تأثرت بالموقف إذا هو بشار الأسد لجهله كالذي يفرح بعزاء أهله يعني هو فرح فقط من باب يعني الإنسان أحيانا تنزل به المصيبة هو المصيبة نازلة على رأسه على كل حال لأنه بالأمس فقط قناته التلفزيونية الإخبارية ذهبت لتحتفل قال مع شباب ميدان التحرير المحسوبين على وطردهم المعارضين لا ما طردهم قالوا لهم الكذابه الكذابه وحاطوا بهم وهم يرجمونهم رجما حتى طردوهم ولو كان بشار الأسد موجود في ميدان التحرير لأخذوه بالنواصل والأقدام كما يقولون إذن فرحت بشار الأسد لا قيمة لها أنا كنت أقدم رسالتي لأوضح أن هذه قضية أخلاقية وأنا دائما من أول يوم كنت أقول هؤلاء الشباب الموجودين في ميدان التحرير ليسوا هوية واحدة فيهم كثير من شباب الأمة الذي له مطالب شعر أن مطالبه لسبب أو لآخر لم تتحقق فيهم كثير من الشباب هل فيهم أخوانيين؟ لا ليس فيهم أخوانيين طبيعي ليس فيهم أخوانيين لكن فيهم شباب لهم مطالب لم تتحقق فيهم متدينون إذن هناك وطنيين في مصر غير الأخوانيين في كل العالم في كل الدول متى يعني أي عاقل يقول أن الوطنية حكر على الأخوان المسلمين هل سمعت عاقلة من الأخوان المسلمين أو مجنونا لماذا إذن يقول خيرة الشاطر لماذا يقول يجب فتح مصر ويجب أن نعمل كل مصر مسلمين لا يعني الله هي كل مصر مسلمين مصر مسلمان لا هو يقصد أنا لا أريد أن يعني الخطاب هذا الكلام يضع في سياقي يعني لا يمكن أن يطلق هكذا أنا لم أطلع على مثل هذا النص المصريون بعمومهم الشعب المصري كلهم مسلم فيه خمسة في المئة منهم أقباط هذا معروف لكن الشعب المصري كله مسلم فليست هناك يعني مشكلة لا في وطنية الشعب المصري ولا في إسلام الشعب المصري نحن لا نشكك لا بوطنية الناس ولا في دين الناس وإنما أنا أتكلم بأنه عندنا يقول نبتح مصر ماذا يقول لا أستطيع أن أعلق على عبارة ما قرأتها في سياقها يعني مشهورة هذه العبارة أنا والله أول مرة أسمعها أحتاج إلى أن أقرأها في سياقها قد تكون خاطئة أقول خاطئة يعني لو كانت وردت في سياق خاطئة أنا أسهل علي على نفسي وعلى غيري أقول نحن بشر ربما وردت العبارة في سياق خاطئ وإنما عندما أراها في سياقها لأنه لا خيرة الشاطر ولا زهر سالم ولا إنسان بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ منه ويرد كائنا من كان فإننا نحن في إطار أخي المشروع هل تستطيع السفر الآن إلى مصر لا أستطيع أن أسفر إلى أي مكان في الأرض أنت تعلم أنني لا أملك القدرة على السفر لو ملكت هذه القدرة هل تستطيع السفر يعني ممكن أن أحاول لا أعتقد أنه سيكون علي فيتو في مصر الجديد حتى الآن والمتغيرات للآن لساعة الحدث كما يقولون ساخر لابد أن تتوضح الأمور أكثر بعد ذلك مرت علينا أيام طويلة أيام حسن مبارك لا نستطيع السفر إلى مصر ولا نستطيع مقاربتها رغم من الصراع بين حسن مبارك وبشر الأسد وهو مكرس وقديم صحيح لكن مخابرات حسن مبارك لم تكن يعني كان عدوها الأول المسلم الذي يصلي ويصول الإخوان المسلمين لا الإخوان المسلمون اسمح لي نحن لسنا لماذا الأخوان المسلمون لا لا في كثير كان أعداء حسن مبارك الأخوان المسلمين أوضح لك أوضح لك يعني لا نريد أن نحدث هذه المفارقة نعم الكثير من غير الأخوان المسلمين من الناس أصحاب التوجه الإسلامي العام الذين يتمسكون بالإسلام عقيدة يعني يعني واحد يصوم ويصلي يقول حسن المشروع الإسلامي في هذا العصر تيار عريض جدا جدا الأخوان المسلمون لا يشكلون عشرة في المئة منه لا بل يشكلون تسعين في المئة لا 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 وفيه يمين ووسط ويسار لا نستطيع أن نحتكر الإسلام ولا يجوز لأحد أن الآن يجعل الأخوان المسلمين يعني مثل الطربوش يركبه على رأس كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز لماذا تضيق الواسعة الآن في تونس في تونس الواسعة ضايقة عليهم والله ما كابعت الشأن تونس استمعت استمعت من أمس إلى المنصف المرزوق رئيس جمهورية تونس في تعليق عابر كان يحتج على ما جرى في مصر ويقول التدخل العسكر مرفوض ولا يجوز ويجب على القوى الوطنية ماذا لو حصل هذا في تونس ماذا سيقول سيقول كما يقول الآن وكما يقول كل الناس لا أحد يريد للعسكر أن يعود إلى الساحة وإذا عاد العسكر إلى الساحة فإن هذا أمر خطير سيكون له ما بعده على كل المستويات على أكثر من المستويات وسيكون هناك مستفيدون خطيرون جدا جدا من هذا المشكل استاذ زهر سالم أنت تعرف أن مصر يدقبونها ومدونها لأنها مهمة وكبيرة في الوطن العربي هل أن المعضلة والمشكلة التي حصلت الآن في مصر وبدأت بالإخوان المسلمين هل سيصار إلى هذا الموضوع في كل الوطن العربي يعني بالخليج انتهي نهاي منها الخليج أوكي صاروا مثل مصر عندك باقي ليبيا والأردن وسوريا وغيرها الأردن فرحانين طبعا لأنهم يعني أنا واضح أجيبك يعني ما الذي سيتغير سيستأنف ستستأنف الشعوب المقاومة للإستبداد تستأنف نضالها وكفاحها كلمة تستأنف كلمة تستأنف خلنكون صالحين ألم يكن مرسي مستبدا بشيء أما اسمحني كلمة تستأنف تعني بأننا نبدأ من جديد نحن مرة علينا أنا أقول من 1911 وهذه شعوب تناضل وستنوضل مرة ثانية ضد الانقلاب الاتحادي تبع الاتحاد والترقي الذي عزل السلطان عبد الحميد وحطوه في منفى في إقامة جبرية كما فعلوا الآن في مرسي وليش عزلوه ليش حطوه في منفى قال لما جاء القراصول يهودي وقال له منعطيك ذهب وتعطينا فلسطين قال له لا خلال أشهر قام الانقلاب وعزل ووضع في قصر من القصور القديمة من قصور العثمانيين القديمة وترك هناك حتى جاءه الأجل وأصبحنا في أضيع أصبحت الشعوب المسلمة أضيع من الأيتام على مآدب اللئام تحت حكم الاتحاد والترقي حزب الاتحاد والترقي للجماهير العربية التي لا تعرفه هو الأصل الذي اشتق منه حزب البعث العربي الاشتراكي بكل نساقه تسمعون الاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي وكل هذه الأحزاب التي هي مشتقة من الاتحاد والترقي ثم جاء كمال أتاتورك بانقلاب علماني واضح يعني شوف العلمانية في الغرب هنا جاءت ضد استبداد ملكي كناسي لتحرر العقل والموقف الأوروبي وتدخل الحرية إلى أوروبا العلمانية في العالم العربي جاءت بمشروع استبداد عسكري قام على البسطار العسكري لنزع هوية هذه الأمة عنها وإسباغ هوية جديدة عليها حتى الآن الأمة هذه التي تسألني عنها تقاوم في شيء مثلا في التاريخ اللي قرأ معارك التاريخ الحديث في القانون العشرين مع اسمه معركة القبعة آتاتورك يريد من المواطن التركي العثماني أو التركي أو المسلم اش بريد تسميه هويات هذه أنه يحط على رأسه القبعة الأوروبية والمواطن لا يريد القبعة الأوروبية شنو الغلط بذلك لا يريد أنا أليس العلمانية الحرية أنا لا أريد هذه القبعة هذه القبعة لها رمزية ليس تسألني لماذا الفلاح التركي لا يريد اسألني هذا الحاكم المستبد اللي لازم يكون عقله بيوزن الأمة كلها لماذا يعلق مئات العلماء على المشلقة من أجل قبعة وأعدم نعم أعدم من أجل هذه القبعة في معركة القبعة أعدم إذا ما قلت آلاف مئات العلماء الأتراك لأنهم كانوا يرفضون أن يعتمروا على رؤوسهم قبعة ليست قبعتهم ومن ذلك اليوم نحن ماشيين في معركة تأخذ أشكال المراحة مشكلة القبعة طالعونا مشكلة الحجاب راحة مشكلة الحجاب مرة من للرجل مرة للمرأة مرة للطفل مرة للشعار مرة محركة مستمرة وهذه الأمة تقاوم وستظل تقاوم تقول لي الآن العسكر بدون يستعيد كل نفوذهم يعني هم الآن مخولون لكن الأمة ستعيد النظر في أدواتها وفي أساليبها ستظل تقاوم وتعارك حتى تنفسر هل ستستخدمون المقاومة المسلحة ضد الأنظر نحن الآن لسنا في إطار الآن أنا أكون في مثل هذا وأعتبر حالي منظر أنا فقط أقول الأمة ستقاوم لست الآن أقول المقاومة المسلحة المقاومة المسلحة ليست الآن مطروحة على الساحة ولا أحد يفكر فيها لكن ستجد الأمة الوسائل والبدائل التي تجعلها تنتصر انتصارا لا ينتزعه منها أحد الآن الشعب المصري انتصر خمس دقائق جواحد عسكري لبس بستار انتزع منه انتصاره سينتصر الشعب المصري والشعب السوري والشعب التركي ألا ترى أستاذ زهير أن دخول إيران على الخط في مصر عجل بإسقاط مرسي يعني أنا أعتقد أنه مشكلة مصر وإيران أخذت أكبر من حجمها لأنه الآن بعض الناس يقولون لا أخذت أكبر من حجمها أنا أشرح لك بعض الناس يقولون أنه إيران هي اللي أسقطت مرسي ولا سيما بعد خطابه الأخير في سبت المشايخ لأنه خطب عاليا ضد إيران ورفع صوته ضد إيران يعني ألا ترى أنه متأخر جاء هذا خطابه إسمح إذن كأن الناس تبحث عن إذانات لمرسي لتبرر الجريمة أنا لن أحشر في خانة أن أدعي لمرسي العصمة يعني لما بسمح أن أحد يحشرني أقول والله مرتي لكن الإيرانيين سيد العزيز بعد خطاب بعد دعوة مكرم الشيرازي مكرم الشيرازي الذي دعا إلى حمل السلاح ضد مرسي بعد إعدام حسن شحاته وجمعته إيران هذه الذي هزتهم إعدام حسن شحاته وجمعته ولم يهزهم خطاب مرسي أو شيء آخر أولا أنا أقول لم يعدم حسن شحاته لأن الإعدام بالمفهوم اللوهوي القانوني سحلوا بالأرض هذا قتل قتل لا الإعدام حكم يصدر حاكم قتل نفذ فيه حكم الإعدام قتل أما هذا قتل عدا عليه أناس خارجين على القانون قتلوا وهنا هذه قضية حاليا القانون يبد فيها القانون لا تحسب على الدولة لا تحسب على مرسي في ناس من الأخوة المسلمين قتلوا الآن في عشرات يمكن صار مئة إنسان من الأخوة المسلمين قتلوا طيب هذا تقل الأخوة المسلمين سقطوا مرسي يعني على كل حال أنا أرجو أن نعود إلى مشروعنا السوري الآن حمص حمص تنادي وحمص تستغير وحمص يعني تواجه يعني نترك موضوع مصر يعني نحن يعني سوريا الآن ما مهتم بالموضوع المصري أنا لا أقول هذا أقول يعني أخذنا النصيب حتى الشعب السوري الشعب السوري سيعتب عليه سيعتب عليه الشعب السوري ما مهتم بما حصل في مصر لا نحن نعتبر جرحنا واحد وصفنا واحد ولحمنا واحد ودمنا والشعب السوري يعني كله وأنا يعني أستشهد البارحة وأول البارحة لو ذهبت إلى صفحات الفيسبوك وهي صفحات معومة ليست موجهة الذين يكتبون يعني رسائلهم من شباب الثورة السورية في 190 منها عن مصر نعم في 190 منها مستغرقة بالشأن المصري هذا دليل شيئين اهتمام ثقة للمشروع المصري والوضع في مصر لأن مصر لها في قلها ثانيا قومية الشعور القومي عند شباب سوريا الجرح في سوريا نازف وفي حمص الآن دمار وأنا لا بد اليوم أن أسجل يعني صوتي مع الأصوات التي تنادي بإغاثة حمص نعود إلى مصر إلى حمص والإغاثة ونداءات إغاثة حمص ماذا تريدون لحمص يعني الذي نريده أن نريد أن نقوله الآن ما نقلته البي بي سي بأنه بالأمس كانت هناك محاولة في مجلس الأمن لأخذ قرار أممي بنصرة المحاصرين في حمص ولكنها لم تفلح أنا أقول نصة المحاصرين يعني قرار إنساني قرار ذو طبيعة إنسانية ليس له أي بعد سياسي ليس لمصلحة الثوار إذن لماذا روسيا تعتبر الذي يعني أجهض هذا القرار ووقف في وجهه هو روسيا بوتين لافروف هؤلاء القتل المجرمون الشركاء في دم الشعب السوري هذا الكلام ستضعه أخي نبي مباشرة أمام تصريحات لافروف أول أمس هذا بالأمس أول أمس لافروف كان يقول بأنه نحن ليس لنا مصالح في سوريا ليس لنا مصالح استراتيجية في سوريا ونحن لا نصارع أحدا في سوريا ونحن إنما ندافع عن الشعب السوري وعن القانون الدولي وعن استلم الأهل في سوريا لنعرف أن هؤلاء الناس الذين مردوا على الكذب مردوا على النفاق مردوا على الدجل إلى أين يذهبون في هذرهم لدماء السوريين مجلس الأمن يجتمع أو يحاول أن يتوصل إلى قرار يطلب بأن يكون هناك تدخل دولي ما بأمر الأمم المتحدة تحت راية الأمم المتحدة لإخراج مدنيين محاصرين من وسط حمص رجال نساء أطفال شيوخ غير مقاتلين جرحة الذي يحكم عليهم بالإعدام وأنت منذ قليل استخدمت كلمة الإعدام أنا الآن أستخدمها الذي يحكم عليهم بالإعدام وسط ذلك الصراع المحتدين هو الأفروف هو روسيا ليحفظ الشعب السوري هذا عندما ننادي الآن على حمص ونستنجد القريب والبعيد لحمص يجب على كل إنسان سوري أن يعرف من هو عدوه سيأتينا بالغد من يبيعنا ماء الروس من يقول لنا الروس الذين دعمونا دعمونا في السبعة وستين لكي ننهزم طمأنوا جمال عبد الناصر أنه لن يكون هجوم عليه ثم تم الهجوم عليه دعمونا بالتلتة وسبعين لكي ننهزم والسلاح الذي سلمونا إياه لم يكن سلاحا هجوميا أحسن شيء سلمونا يا في الثلتة وسبعين هو الصواريخ أرض جو صواريخ السام هذه صواريخ دفاعية لا تساعدون على تحرير أرضنا ومنذ قليل منذ أيام كان لافروف يقول نحن حتى عندما ندعم سوريا كنا ندعمها بأسلحة دفاعية ولم ندعمها أبدا بأسلحة هجومية ونحن الذي يريد أن يحرر أرضه يحتاج إلى السلاح الهجومي يجب على شعوبنا على أجيالنا أبناء السبع سنين والتسع سنين والعشر سنين والعشر سنين أن يحفظوا نحن راحلون نحن جيل قد انقضت أيامنا ليه؟ بعد الشباب لا نحن نحن على أبواب الموت ننتظره صباحا مساء أنا أقول هذا الكلام ليسمعه مني شاب صغير يحفظه إلى قرن آخر لتحفظه مني فتاة صغيرة تنقله إلى جيل آخر الذين يذبحوننا والذين يقتلوننا والذين يسفكون دماءنا على رأس هؤلاء اليوم دولتان روسيا وإيران هاتان الدولتان هما اللتان تقتلان اليوم في سوريا الطفل والشيخ والمرأة وتستبيحان الأعراض احفظوا هذا اروه لأولادكم احقوه لأحفادكم ليجب أن تكون هذه الرواية محفوظة البارحة في مجلس الأمن أرادوا قرارا دوليا يساعد على إخراج هؤلاء المدنيين من النساء والأطفال من قلب المعركة في حمص الذي رفض هذا هو المجرم بوتين والافروف والقيادة الروسية هؤلاء هم قتل أكلت لحوم الأطفال يجب أن تحفظوا هذا وتروه جيلا عن جيل لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون ذاكرتنا مثقوبة أن يعلم أن يلعب البعض على ذا يقولون الشعوب تنسى لا يجوز أن ننسى هذه الحقائق ليس بشار الأسد يقتلون وحده يقتلون بشار الأسد وعصابات بشار الأسد وداعموا بشار الأسد من جماعة حسن نصر الله ومن جماعة خمينائها ومن القادمين جماعة المالك المتسللين عبر الحدود ويقتلون الروسي برصاصه وسلاحه وطائراته وذباباته ومواقفه السياسية الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون هذا محفوظا ولا يجوز أن ننسى ما رأيك بما قاله المالك أمس أن هزيمة الإخوان المسلمين في مصر ستكون هزيمتهم في سوريا يعني أقول له هذه فرياب لا هذه أحلام يحلم بها الأخوان المسلمين في مصر لم ينهزموا ونحن شعوب ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كتب عليكم القتال نحن خلقنا لمثل هذا ونحن متعودون على مثل هذا تعود أن يغبر في السرايا وينقل من قتام إلى قتام نحن نخرج من معركة إلى معركة المالكي هو الذي لا يعرف معنى أن يكون الإنسان مقاوما ومناضلا وصاحب مشروع أنا اليوم عندما أرى أنا عندما كنت أرى مرسي على الكرسي كما يقولون كنت أنظر أن أقول سبحان الله نسأل الله أن يثبته وأن يعني يجري على يديه الخير اليوم عندما أره في الزنزانة أقول هذا محلنا الطبيعي نحن خلقنا إلى هذا نحن خلقنا لنكون الصخرة الراسية التي يقوم عليها بنيان هذه الأمة لا يهمنا لا سجن ولا عذاب ابن تيمية مات في السجن علماء كثيرون في تاريخ هذه الأمة الإمام السرخسي صاحب المبسوط المبسوط هكذا في الفقه من أين كيف ألفه أملاه من البئر الظالم من الذي سجنه ظالم مستبد كالمالك وأمثال المالك من الظلمة المستبدين ألقى به بالبئر وهو عالم مشهور له مكانته جاء طلاب العلم عند الشرطية قالوا نحن هذا شيخنا نتعلم فسمح لهم أن يتحلقوا حول فم البئر الشيخ جالس في قعر البئر في غيابة الجب كما سيدنا يوسف عليه السلام والتلاميذ يلتفون حول البئر يسمع شباب الأمة كيف كان علماؤهم الشيخ يملي من حفظه كتاب المبسوط في الفقه الحنفي الآن تقيسه بيطلع ستين سبعين يعني يمكن اتنعش أو أربطع عشر مجلد أملاه من حفظه مبوبا بآياته وأحاديثه وشواهده وقال الشافعي وقال أحمد وقال مالك وقال فلان وقال فلان هو يملي والتلاميذ يكتبون هذه هي مكانة علماء الأمة هذا هو دورنا عندما نقول أخوان مسلمين يعني إيش أخوان مسلمين يعني الإمام السرخسي يعني إيش أخوان مسلمين يعني العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام لما خرج أيوب الملك الأيوبي كان اسمه أيوب خرج قال في زينته يتبختر وقال كان جبارا طاغية إذا جلس في مجلسه لا يجرؤ أحد على الكلام خرج يمر في جنده في يوم المهرجان فمن آخر الصف يصيح عليه الشيخ العز العز يا أيوب من الله؟ قال له ماذا تقول لربك إذا سألك وليتك الملك وهذه الحي الفلاني الخمر الفلاني يباع فيها الخمر والخمر الفلاني يباع قال له يا سيدي هذه من أيام أبي قال له أنت من قوم كانوا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون فقال له سيدي غدا أغلقها هؤلاء علماء العز بن عبد السلام كان بطل جالوت العز بن عبد السلام باع المماليك لما أرادوا أن يفرضوا ضرائب على المسلمين أنت تسألوني أنه خسرا هزم الأخوان المسلمون لا أخوان المسلمون أنا لا أقصد الأخوان المسلمون الحزب لا 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 أنا لا أدافع عن حزب ولا أريد أن أكون مؤطرا في الأخوان المسلمون الأمة الأخوان المسلمون الحالة الأخوان المسلمون الموقف الأخوان المسلمون التوجه هذا يشمل 90% من أبناء أم الإسلام حتى الذين لا يعرفون حقيقة أنه فيه كثير من الناس حيانا يجادلون يقول لي الأخوان الأخوان أبحك أقول له أنت أخوان أكثر مني لأن حقيقة أن الأخوان حالة تعبر عن ضمير هذه الأمة عن هوية هذه الأمة إذن الأخوان المسلمون لم ينهزموا ولن ينهزموا لا كانوا منهزمين أيام عبد الناصر لما علقهم على المشانق كانوا منتصرين ولا كانوا منهزمين أيام السادات لما السادات عدا على الشيخ التلمساني الشيخ عمر التلمساني رحمه الله وهو أيضا كان فيه عنفوان مجده وأخذ يقول له يا عمر يا عمر يا عمر قال له الشيخ عمر رحمه الله أيها الرئيس أنا لو غيرك عدا علي لشكوته إليك ولكني أشكوك لله أما أنت حين تعد عليه فسأشكوك إلى الله الحقيقة بدأ السادات يرتعد ويقول له اسحب الشكوى قال أنا شكوتك لعادل لماذا تخاف من العادل أنا عندما يكون الحكم بيني وبينك عادل لا يجوز أن تخاف إذن الإخوان المسلمون لا ينهزمون في كل أحوالهم منتصرون عجبا لأمر المؤمن هكذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فكان خيرا له أنا لا أعتبر ما حصل في مصر هزيما للأخوان المسلمين يفرح بها المالكي أو يفرح بها بشار الأسد هذا أمر الله سبحانه وتعالى نتلقاه بالرضا ونسير في ركابه نعرف طريقنا ونعرف إلى أين نحن ذاهبون إن شاء الله إذن ماذا أولند لماذا يحدد شروطه لمساعدة الثوار يعني هذه كما يقولون صارت مسبحة الشيطان نحن الآن في ثلاثين شهر على عمر الثورة وكل يوم هؤلاء الذين نحن تضطر تستخدم من كلمات والله لا نريدها يعني هذا تفتيء بنسميه باللغة العامية قول أخي أنا لا أريد أن أقدم شيئا قالوا بأن سائلا مر بمرأة فسألها صدقة فكانت هي واقفة في أرض ديارها قالت له والله أنا هنا تحت لو كنت فوق كنت أعطيتك مر مرة ثانية وإذا هي على النافذة في الأعلى فقال لها يعني صدقة لله قالت له والله أنا واقفي فوق لو كنت تحت كنت أعطيتك قال لا شفتك فوق وشفتك تحت يعني الأولى أن نقول له يعني يكفي هذا الكلام يعني رأيناك في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف أنت من قوم زرعوا شجرة الشر هذه في بلادنا في أرضنا ورويتها من دمائنا أنت وقومك جيلا بعد جيل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساعدنا لاقتلاعها هذه الحقيقة يجب أن نصدع بها في وجوههم بعد اليوم يعني هو كلمة المتشددين والإرهابي من هو الإرهابي الإرهابي الوحيد في سوريا بشار الأسد وقومه الذين اعتمدتهم الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ أسست جيش الشرق في سوريا اعتمدتهم الحكومات الفرنسية المتعاقبة لكي يذبحوا أبناء سوريا ولكي يذلوهم ما هي الرسالة التي وجهها الأسير إلى الشعب اللبناني؟ ومن أين وجهها؟ هل صحيح أنه من سوريا وجهها؟ أول شيء أنا أحب أن أقول الحمد لله هذه الرسالة المسجلة أن الأسير ما زال في حفظ وفي صون وعلى قيد الحياة وقد قلق كثير من أبناء الأمة عليه الرسالة منسوبة إليه وهي التسجيل وهو يبين أن المسلمين في لبنان مستهدفون وأن هذا الاستهداف تشترك فيه قوى كثيرة وأن الذين قاتلوهم عند مسجد بلال بن الرباح كانوا جنود حزب الله وليس جنود الجيش اللبناني وإن كنا نحن الآن يجب بعد ما حصل في مصر رسالة مصر رسالة جدا جدا مهمة ولم أنت ستسمعون الآن كل لحظة نقول بعدها يعني هذه كلمة مؤسسات الدولة وجيشنا العظيم وخضاؤنا الشامخ وشرطتنا الأمينة هذا كلام يجب أن يسقط سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به هذه المؤسسات بنيت على جماجم هذه الشعوب بنيت على الفساد ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هذه المؤسسات لم تؤسس على التقوى هذه كلها مؤسسات هذه ليست مؤسسات عبادة هذه مؤسسات عنية لا كل مؤسسات الدولة المدرسة يجب أن تبنى على التقوى وقسم الشرطة يجب أن يبنى على التقوى والمصنع يجب أن يبنى على التقوى وكل مؤسسات نحن التقوى عندنا مفهوم عام يعني تريدون أخونا ليست هذه أخونا إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه اللي بيصنع حزاء لازم يصنعه بتقوى هذا هو مفهوم التقوى مفهوم التقوى ليس مفهوم أخونا هؤلاء الذين جعلوا أو اصطنعوا الآن أو فبركوا كلمة أخونا هؤلاء أعداء الإنجاز أعداء الحضارة أعداء المدنية أعداء العلم هؤلاء الجهل الفسد السفهاء الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون هذه الحقيقة كلمة أخونا هذه صناعة كريهة لأناس كريهين التقوى نعم الذي يكنس الشارع يجب أن يكنسه بتقوى والذي يحكم على كرسي الحكم يجب أن يحكم بتقوى هذا هو مفهوم التقوى الذي نتحدث عنه دكتور نبيل يجب أن نضع لذلك أنا أقول هذه المؤسسات التي بنيت على فساد وأسيست على فساد أنا عندي اقتراح مو بكل القضاء المصري الشامخ العظيم وأنا لا أقول فقط للقضاء المصري طيب الآن نحن نأتي نفتح ذاتي لكل قاضي في مصر اشتغل عندنا في الدولة ثلاثين سنة ثلاثين ضرب اتناعش كم شهر صار عندنا؟ ثلاثمائة وستين شهر تمام؟ طيب كان نراتبه خلالهم سهل نفتح الكشف بطلع عنا نحسب راتبه نحسب كم قبض نراتبه خلال ثلاثين سنة ثم ننظر ماذا يملك ونروع لدى أرث حصر الأرث منطلع بسهولة ماذا ورث عن أمه وأبيه وجده وعمه حسبة بسيطة ما بتكلف نصف ساعة ثم ننظر ماذا يملك الآن ونسأله من أين لك هذا؟ نسأله من أين لك هذا؟ الجالس بالفيلة من أين له الفيلة؟ والذي يملك السيارة نسأله من أين لك هذا؟ هذه السيارة الفخمة الضخمة يجب يجب هذه الشعوب هذا أنا أقول لثوار ساحة التحرير لشباب ساحة التحرير يجب أن تفتحوا هذه الملفات ملفا ملفا ترفعون الأمين القوية الأمين ترفعونه على رؤوسكم عاليا والسارق اللص تجعلونه في الأسفلين هذه الثورة هذا هو المعنى الحقيقي للثورة لا يجوز للثورة أن تفقد معناها الحقيقي لا يجوز للثورة أن تفقد هدفها الحقيقي القضية الآن هؤلاء الذين أثروا على حساب هذه الأمة من أين؟ من أين لهم كل هذا الثراء؟ من أين لهم كل هذا المال؟ من أين لهم؟ هذه المؤسسات كما قلت لك بنيت على فساد ويجب علينا جميعا أن نعيد تطهيرها تطهيرا أخلاقيا ليس تطهيرا استبداديا يجب أن تطهر تطهيرا أخلاقيا من كل الفاسدين والمفسدين أو تهد إلى الأرض ويعاد بناءها من جديد لا يجوز أن تمرر نقول ثورة ثم يبقى جهاز الشرطة الذي كان بالأمس من قتل خالد سعيد في مصر؟ من قتل خالد سعيد؟ وكان في عندنا حملة على الفيسبوك وقالوا من الأسباب وكلنا خالد سعيد أنا أسأل لشباب ساحة التحرير من قتل خالد سعيد في مصر؟ أليس الشرطة المصرية هي التي قتلته؟ ربما بدافع من لا أعتقل أوقفته الشرطة وقتلوه تحت التعذيب في أحد أقسام الشرطة إذن كيف الآن أصبحت الشرطة المصرية؟ يعني هذه تسمينا نحن باللغة الدرج اللخم هذا كلام لخم يعني كلام لا معنى له هو خالد سعيد واحد؟ هو خالد سعيد ملايين الناس عذي ووهيين اللي كانوا منذ فترة قريبة عبسووا قال إيش بسموها فحص العذرية لبنات مصر كل واحد يبقفوها بيأخذوها مش هدول الشرطة؟ هل هدول الشرطة صالوا أشراف؟ وما نقوله في مصر؟ ما نقوله في مصر نقوله في كل مكان يجب الثورة أن تطهر هذه البنى هذه البنى المنحلة الفاسدة التي أسست على غير تقوى من الله هل تقترح أن تكون أنت وزملائك الأخوة المسلمين في سوريا تذهبون إلى مصر وتقاومون الحكومة الحالية؟ يعني هذا اقتراح نحن لكل إنسان أولويت وأهل مصر قادرون على أن يقوموا بواجبهم في بلدهم ونحن لنا دورنا في بلدنا لكن يجب أن نشترك جميعا في توجيه البوصلة الثائر إنسان جميل وأنا والله أنظر إلى هؤلاء الثائرين الحقيقيين في ساحة التحرير على أنهم شباب جميل يجب أن يتستمر حالة الثورة وأنا دائما كنت أقول لك الثورة جدلية ولا يجوز أن تتوقف لكن يجب أن تكون لديه البوصلة البوصلة الحقيقية التي توجهه الوجهة الصحيحة الثائر لا يتحالف مع الفاسد مهما كان الظرف لا يتحالف مع المنحل مهما كان الظرف لا تتشوش لديه الرؤية تطلع للذباب السوداء بسموها في علم البصريات يقولوا صار عنده تشوش وصار يزغل لا يجب أن تبقى الرؤية واضحة يجب أن يبقى هؤلاء الثوار قادرين على الثورة قادرين على الرؤية قادرين على خدمة المشروع الحقيقي لم نتكلم حول خطاب بشار الأسد الأخير خطاب بشار الأسد الأخير الحقيقة يعني عليه كلام كثير لذلك أنا قلت لك ورجعنا سبقنا الكلام البارحة تنقل عنه رويتر بأنه مما قاله في خطابه بكلام مهم جدا جدا أن بشار الأسد يقول بأنه لا يخاف إلا من الغزو الخارجي ما يقصد بالغزو؟ هو يقول بأنه يعني قد تمر الآن وتدرب وقاتل على قادر إذا بقي وحده في الساحة طبعا ولا ليس وحده هو معه الهيران ومعه حزب الله ومعه الروس أن هؤلاء الثوار قادر على ذبحهم ما بيخلصهم بسنة بيخلصهم بسنتين لكنه إذا صار تدخل خارجي من قوة خارجية عند إذن يمكن أن تتغير المعاذلة بالنسبة إليه لكنه يؤكد بأن ظروف العالم الآن وما يعيشه المجتمع الدولي لا تسمح بذلك لذلك هو مرتاح ومادد رجليه وحاطط في بطنه بطيخة صيفي واللي عند أهله بيقتل على مهله بيقتله كل نهار مية مية وعشرين مية وعشرين يعني على الطريقة المدجنة وليس يعني لا خوف عليه ولا هم يحزن المهم عندما سألته أو سأله لا هو هذه المقابلة مع التورة مع جريدة التورة أيوة سألوه أنه طيب هل كان ضروري نحن كنا محتاجين أنه يدخل حزب الله ويعني ننضرب بها الكلمة والناس تقول حزب الله وكذا فكان كلامه ورأيه أنه لا حزب الله ما تدخل ونحن لم نكن محتاجين لحزب الله لكن فقط في منطقة القصير ومنطقة القصير لها أهمية مقاومة وممانعة ومنطقة حدودية وكل هالكلام لهذا فعملية جراحية محدودة بأنه حزب الله تدخل في القصير معنى ذلك الآن الثوار كل اللي بيمسكوهم من جماعة حزب الله وإيران وعراق أيضا المالكي في حلب مثلا هؤلاء ليس له موجود صحيح ولا يجوز لي أحد أن يسأل عنه أنا أقول هذا الكلام للثوار صحيح ما بصني يجيني حزب الله يقول لي في واحد كان في حلب واختفى لا بشار قال ما فيه بشار قال ما فيه وحسن الله بقول ما فيه والمالكي بقول ما فيه إذن القضية منتهية القضية منتهية إذن هذا الكلام الكذب الصريح البواح الذي يجري في هم يقاتلون في حلب ويقاتلون في نبول ويقاتلون في حمص ويقاتلون في دمشق ويقاتلون في ذرعة يجب أن تكون الأمور واضحة وهؤلاء المقاتلين الذين يرسلونهم إلى هناك يجب أن يعلم كل العالم ونحن عندما نقول الآن هذا الكلام نريد أن نحملهم مسؤولية دماء هؤلاء الناس نحن لا ندعو ويجب أن يكون الكلام واضح نحن لا ندعو أحدا إلى قتل لا نريد أن يقتل الناس لا نريد أن يقتل السوري ولا نريد أن يقتل العراقي ولا نريد أن يقتل اللبناني لكن هذا الكلام المستفز عندما يتحدث به بشار الأسد ويقول بأنه هي عملية محدودة وصغيرة جدا جدا لضرورة المقاومة وممانعة أو في القصير محدها وجنود حسن نصر الله يحرسونه في قلبي دمشق يمكن كان اللي سوى المقابلة ودخل عنده رأى جنود حسن نصر الله يحرسونه مكتب الرئيس في قلبي دمشق يعني هذا الكلام هل هذا يعني أنه لا ثقة له بجنوده؟ هو الجيش اللي كانوا يسمونه جيش سوري وصار اسمه عصادات بشار الأسد فرط فرط الآن لم يعد لديه القدرة على فعل شيء حقيقي على تلقي أمر على تنفيذ مهمة حتى مع نويات هذا الجيش انهارت نفسيات وضمحلت بالتالي لم يعودوا يستطيعون الاعتماد عليه في فعل أو في تقديم أي شيء إلى هنا أعزائي المشاهدين يبدو أن الجيش السوري انفرط مثل ما يقول الأستاذ زهير سالم ولم تكن هناك قدرة للرئيس بشار الأسد على قيادة هذا الجيش ويقول أن حزب الله كانت عملية صغيرة في القصير فقط وليس في كل سوريا ولكن الأستاذ يقول أنهم موجودون في كل مكان في سوريا إلهنا استودعكم الله أعزائي المشاهدين وأشكركم على كرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام